مرحل فيكم مجدداً المشاهدين والحديث الآن عن حالة ممكن يتعرض لها كثير من الأشخاص هو الجفاف بفصل الصيف بس عندنا يكون معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع أخصائي تغذية علاجية وصحة عامة الدكتور أسامة صلاح الله يصبحك بالخير أهلا وسهلا صباح النور لحضرتكم من المشاهدين كرم شكراً لإلك بداية لو حكينا عن أسباب الجفاف في فصل الصيف الجفاف طبعاً لحضرتك تقصد فيه الجفاف يعني إلى حد ما أقرب للعطش أكثر منه الجفاف اللي بحالة مرضية ممكن يطلب دخول المستشفى صحيح سواء الأطفال أو أطفال أو المسنين الجفاف يعني اللي هو اللي تشرب المي يعني الجسم بيخسر مي أكثر من المي اللي أو السوائل اللي مفوض إنه تتوفر لإله وإحنا الحقيقة ما بنشرف لحد الأدنى من المي وكمان يعني تعرضنا يمكن لأشعة الشمس بشكل كبير هذا ممكن كمان يؤدي لنقص طبعاً عوامل إنه إنسان بتعرق بفقد سوائل كثيرة طبعاً هالي بتساعد في إنه إنسان يخسر وزن يعفقون يخسر مي سواء عن طريق البول أجلكم الله أو التعرق أو الهول لتنفس فالحقيقة المفوض الإنسان يعني دائماً يكون فيه ميزان إنه يكون توفير الكمية من المسوائل بالتحديد المي أكتر من اللي يفقدها المفوض هيك يعني لو حكينا عن المي يعني أنا مثلاً بتضل قاعدة بشرب مي بشرب مي مش عافق إليش الحد الأدنى أساساً لشرب المي إيش تحكينا عن حد الأدنى وهل أعمار إليها دور يعني بيختلف وجعلنا من الماء كل شيء نحي الحقيقة المي أساسية إحنا أدما نشرب ما نشرب حتى حد الأدنى من المي يعني حضرتك أكم كاسة مي بنهار تشرب مثلاً يعني يمكن خمسة وبتقول بشرب 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 مي أنا بقول الحد الأدنى من عشر إلى خمسة عشر كاسة في الأمور الطبيعية الحالة مرضية معينة زي السمنة زي السكر زي المفروض توصل لترين وثلاتة لتر في المي في اليوم فالحقيقة أنه إحنا ما منشرب الحد الأدنى ما منشرب مي قبل ما ننام ما منشرب مي الصبو أحريق ما منشرب خلال ساعة نهار كل ساعة ساعتين تلات ساعتين كاسة أو كستين فبتلاي على مدار ساعة نهار ممكن نشرب حوالي عشر إلى خمسة عشر كيسة مي السبب الرئيسي الحقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقي نرى حالتين. نرى حالها في العيادة عندي. فالحقيقة نحن لا ندير بنا على حالنا. آخر ما نفكر في صحةنا. يعني لا نستهلك حد الأدنى من الخضار والفاكهة. وهي مصدر أساسي كمال للسوائل. خاصة بفصل الصيف. بالمناسبة عندما يكون عندنا إحساس بالعطش. أنه يكون الجسم وصل إلى مرحلة الجفاف. يعني يقول دخيل لكم يا جسمنا. أعطوني مي. الجسم لا يحكي. يعني أعطيكم الإحساس العطشانين. المفروض لا نوصل إلى مرحلة العطش. لا نشرب الماء. نحن نفكر كل ما نعطيك لن نشرب ماء. ليس لن نشرب ماء. نعلم المفروض مخاطئ. الماء المفروض الشتلة. أعطيكم مثال صغير. شتلة زريعة حلوة. المفروض تكون مثلا خضرة وبتلمع أطرية. نحن في فرع بينما تكون شتلة يقناشفة أو صفرة. أو شتلة وخضرة. أو شتلة وخضرة ويابسة. أو شتلة خضرة ويابسة أو أمن طرية أو بتلمع كمال. فهذا شوف الفروق هاي. نحن نطلع لهم الأخضر. لكن هناك فرع بينما يكون أخضر وبين المعطري. وبينما يكون أخضر على وشك إنه يقطع. فالماء المفروض تنسى الشتلة الزريعة. قبل ما تقول قبل ما تنشف. قبل ما تصفر. نحن من السلوكيات إنه مثلا بيجي ضيوف نضيف ماء. بضل مسكاسم نحطها على الزريعة. لكن ما ننسى الزريعة بشكل دوري. فما بالك الجسم الإنسان. صح. فبتنصحنا كمان بدي أسعلك على الموضوع إنه نشرب ماء بداية النهار وبنهاية النهار. تنصح أول ما نسح نشرب ماء؟ يا ريت. تكون الماء جانب بالكوميدينا. بدأ من حط الساعة والجوال والتليفون. كل الأشياء الإلكترونيات ومصدر للألة والتوتر. تكون كاسة ماء. هل في مضاعفات ممكن تكون للجفاف أو العطش المتكرر؟ هل ممكن يكون هذا سلبي أو مؤشر سلبي؟ طبعا. المغزيات للجسم. الوسط الوحيد يوصل المغزيات للخلايا عشان خلايا تشتغل. سواء كانت خلايا في الدماغ أو في الكبد أو في الكلا أو في الجلد أو في أي جزء في الجسم. بدأ الماء. إذا ما في ماء، مع تؤد مناكل الأكل ما بيوصل للخلايا. الخلايا بتنشف كثير من عاني من الإمساك، كثير من عاني من الشحوب في الوش، كثير من عاني من العصبية والتوتر والألأ، قلة النوم، كثير من عاني من العصبية، كما حكينا، الصداع. نحن للأسف الشديد إنه إذا حس حاله بيصدع، يعني مفوض إنه، بقول إنه مثلا إذا عارف إنه الصداع بيتعب وبيشغله، ياخد دواء. لكن مش لم تخرب مالطة نسيناً على جهاننا. فأنا بقول إشرب ماء، ما بتوصل لمرحلة العطش، وما بتوصل لمرحلة الصداع، خاصة المسنين، خاصة الأطفال، وكل الفئة العمرية. يعني أنا بقول الصبية، شرب الماء بتخليها حلو غير ميكوب. وهي ممكن كمان عادة وسلوك، يعني إذا كمان شفنا أهلنا الكبار بدلهم نشرب ماء، إحنا كمان نصير نتبع هذه العادة. مظلوث، ربة البيت مهمة جدا في البيت، سواء في الأكل، الشرب في السلوكيات الغذائية في شكل عام. صحيح، بدنا نشرب أنا وياك ماء، بس قبل بدنا نحكي لك إيش بتحكي لنا بالنهاية، فواكه أو نباتات ممكن يكون فيها كمية ماء كتير كبيرة، كمان ممكن ترافق الماء اللي بنشربها. أي شيء أخضر، الوراقيات، الخس، الإخيار، كل الفاكهة جوسي، كلها مصادر للسوائل، فأنا بقول إنه نستاهلك رقم خمسة في اليوم، أقل تعديل بين فاكهة وبين خضرة، ثلاث حبات خضرة وحبتين فاكهة، لحد الأدمى، يعني فيه استراتيجيات أوروبية اليوم بتقول فاكهة أوروبية، المفروض إنه مثلا خبتين تفاة، حبة تفاة، حبة تفاة، حبة نجاصة مثلا، يكون مثلا خسة، يكون فيه شومر، يكون فيه ورق ملفوف، يكون فيه براكلي، التنويع ألوان كمان، ألوان، دكتور، دكتور صلاح يعني معلوماتك رائعة، ووجودك معنا كمان اليوم، بذكر المشاهدين أنه عليكم بشب الماء، أكيد نتمنى نشوفك بحلقات أخرى، ونتمنى لك أكيد نهار سعيد، دعونا نشرب ماء، دعونا نشوف كيف كان أداء محمد عسى بالأمس خلال عرضه في حلقة أرب آيدل، دعونا نشوفه راجعين